بزاف مش شابيبه خلعو في الفيديو الاول لي درتاه وقالك كيف هم محرك جديد وصيارة جديدة وقلت النبل لي المحرك تعب بزاف اخي الكريم تاكا متابع وراك تشاهد فينا في الصفحة سامير اشدي رايح نقدم لك بعض النصائح لما تلقاهم شي صفحة واحد اخر انت كصاحب سيارة عندك هذا الموتر في الايسانس في النوفو عندك سين سون ويت ولا سام ميل ويت ولا ما يهمش عندك محرك ترواصل نتي اش بي والا اش دي هادك الانسانك اش دي سون تران تشوفوا ارام نفس البروبلم يتعودوا دير في راسك اخي الكريم هاد السيارات لو كان يصرع عاطة بصغير يترتق لك الكوروة ديستريبيسيون لك رايح تخلصها غالية وميت ستفلكش المنتر ما تعياد تصرف عليه يضيع لك بزاف سوالح يطيح لك لابريسيون تعالى بومبالويل يدخلك في الموت ديقراضي تروح لك اش بي وكل قطعة غالية بل بزاف كل قطعة تحط عليها يدك رايح تخلص فوق تلتملعين هاد الموتر سيد هذا تعبو بزاف قال لي اني صرف عليه بل بزاف ودي سيدة احنا كي القينا لها العاطب فينا المو القيناه القينا لها العاطب وفينا المو علاجة لها ديك القطعة لقاها تدير ستاشين مليون قال لي نزيد شوية نجيب محرك باش تعرف بلي تخلصها غالية مش هي حاجة تعزعاقة انا نوسيك اخي الكارين في هاد المحركات انا في جميع المركات مشيغي في البجو حتى في الفورزفاغن وفي هاد الامور هادو نوسيك عندك هاد المحرك يكون في علمك الكوروية ديستريبيسيون بدلها كل سبعين الف ماذا بيك تشري سيارة جديدة من فرنسا بدلها الكوروية ديستريبيسيون يقول لك سيد انا نبدلها ولا يانو الدور في الزيت تترتق إلا تترتقتلك رايح ادلك مشاكل كبار عندك العلبة سرعة هادا الاطماتيك هادا الاتويت عندك الويدونج تاعه شاك 60 ميل عند اللي يديروا ويدونج بوات اوتوماتيك روح ادي اواتف ويديرونس تاعه ويديروا لك زيت تحفل كيمولي ولا فطوطال ولا ما يهمش عندك الكاتاليزر والاجيار كل 60 ميل والاجيار 80 ميل كاتاليزر 60 ميل باش يكون عندك موتير نقي كيمارك تشوفه كيمارك تشوفه كيمارك ما يبقى لك لا لا فويد تاعزيت لا ولو وقتونا متزيار هذا البيجو مشي كيمة في الالمان مايستحملش تعميتين واربعين ميتين وخمسين مارغريت مشا الله يبارك متزيار مشي مليح له ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر